السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل واسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إزا يا جماعة الخير اخباركم اي يا رب تكونوا بخير وبصحة بسعادة. طبعا انا النهاردة الساعة ستة الصبح. حبيت احكي لكم على اللي حصل عندي على السمان. آآ مبارح طبعا آآ آآ زي ما انت عارفين انا بس رجلهم النور على طول. بيبقى بنور قدامهم آآ باستمرار. فامبارح حبيت ان هم عمل لهم لس كده اهدوا الوضع عندهم شوية. فطفيت عليهم النور من بعد العصر. وقلت ايه ان شاء الله المغرب تأزن واسروجه على طول. فآآ نسيته بصراحة. فبعد العشاء كده دخلة عشان انور النور لهم. فبعد ما آآ نورت النور حصل ان لقيت السمان بيكسر في بعضه. جاله حالة رعب. آآ سبحان الله العظيم ما عرفش ايه اللي جراله. بدأ يرمي نفسه ويحدف نفسه على سقف السلاكة فوق. حصل طبعا حوادث كبيرة جدا زي ما انت شايفين كده السلاكة اللي فوق في بيض. ايه اللي حصل? ان السمان من كتر ما هو عمال يرزع في نفسه في سقف السلاكة فوق. اتكسر يا جماعة. اللي اتبطحت واللي فاخدها اتكسر واللي حصل لها كسر في الضلوع واللي جناحتها كانت مجزرة بمعنى الكلمة في القطيع الامهات اللي بيض اللي فوق. فما كانش ينفع انه ويتساف فاتدبح كله. زي ما انتو شايفين كده. الست امهات والذكر. يعني سبحان الله العظيم. اه كانت مجزرة بنعنى الكلمة يا جماعة والله. السمان الملكي. طبعا انا لما دبحت السمان الابيض. فطبعا فيه برضو عندي هنا في السمان الملكي والسمان الابيض. اه الجناحات متكسرة. بس انا لما كنا بالليل طبعا. يعني اللي خفت عليه اكتر. اه لان كان منظر بشع جدا بسبب الدم اللي كان نزل. في السمان الابيض. فخفت ان انا لو سبته للصبح اصبح الايه ميت. فدبحت السمان الابيض الامهات. وسبت زي ما انتم شايفين كده يا جماعة لو تردوا بالكم ورا. فيه سمان كاشش. سمان كاشش. اه جناحاته متكسرة ورجلهم اه متكسرة. فهتباحوا النهاردة دلوقتي يعني ان شاء الله لان طبعا هو تعبان جدا مش قادر يتحرك. واللي بعرج واللي جناحه متكسر وكزلك برضو عندي هنا في السمان الابيض ده جماعة. حتى انا علمتهم جبت القلم الفلومسطر. وعلمت رجليهم اه وعلم ان اللي هما جناحاتهم اتكسرت ورجلهم يعني ما كانوش قدهم يقفوا خالص. فعلمتهم بالقلم الفلومسطر عشان ابقى عارفهم لما التاني يوم ان شاء الله اللي هو النهاردة يعني اصبح اتباحهم. فانا بحذر الناس يا جماعة ان السمان لما بيكون قاعد في عتمة والجو يعتم بقى خلاص وبقى مظلم الجو عندهم فبقى حصل عندهم عمى مؤقت. بحيث ان انت لو نورت النور عندهم بعد بعد كده بيعودوا فترة حوالي عشر دقيق عما يبدأوا يشوفوا صح ويبدأوا يمرسوا حياتهم الطبيعية بياكلوا واشربوا ويتحركوا وكده. فانا لما نورتوا النور عندهم لما بدأوا يشوفهم ويسمعوا اصوات فحصل عندهم حالة هياج وحالة رعبوا سبحان الله العظيم بدأوا يكسروا في نفسهم. فانا بحذر الناس من الموضوع ده بلاشت يعني الجو يبقى عتمة وتنوروا النور فجأة على السمان لازم والجو لسه النور طالع بتاع ربنا نفتح لهم النور. يعني انا قلت اريح يعني يعني عناهم شوية سبحان الله العظيم. هو قدر الله مشاء فعل يعني. ايه فده اللي حصل. فقلت بعد العصر قلت ايه? اهد عليهم الورع شوية. وواطفي عليهم النور يهدم. فسبحان الله العظيم هو قدر الله مشاء فعل. حتى قطع الامهات برضو الملك ده يا جماعة. ما سلمشي من الموضوع وفي واحدة كان وشها عمالي وخر دم. فانا ان شاء الله هكشف عليهم كلهم دلوقتي برضو. واللي هلاقيه مش متحمل ان هو يعد اه جناحه مكسر او رجلين مكسورة. فانا ان شاء الله هاتباحه. فانا عندي هنا حوالي تلت سمانات او اربعة. انا معلمهم بالالم الاسود. اه كان جناحه متكسر وبيخر دم. بس مش زي زي شايفيني اللي بتشرب جوه هناك دي. لو هي بين الخيال بتاعها انا معلمة سدرها هي بالالم. الفلوماستر. واللي وراها معلمة عندي رجلها برضو هم حوالي اربعة. والقطع ده في حوالي اتنين. والقطع ده في حوالي اتنين. يبقى كده عندي سبحان الله العظيم يعني آآ السلاكة حصل فهد ربي جامد جدا. الله اكبر يعني بجد يا جماعة. آآ ربنا ما يخسر حد بأبدا فحكته. وقدر له مشاء فعل. انا بس حبيت احذر الناس من الموضوع ده. يا غضبالهم من منه كويس اه يا جماعة موضوع قطع الكهرباء وفتح الكهرباء ده. على السمان بالليل ببقى يعني بيسبب مشكلة جامدة جدا. خلي بالكم منها. زي ما انتم شايفين السلاكة فضغتها والله العظيم دي الامهات. اللي كانت بتبطى عندي الامهات الكبيرة. واتدبحوا كلهم لاني ما كانش ينفع يسابوا خالص يا جماعة بسبب اللي حصل لهم والله. يعني كان منظر صعب اوى 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 اوى. انا معرفتش هديهم. يعني ان دخلت لهم. في ايه الله اكبر وعدت اقرأ لهم كرآن عشان يهدوا. لان كان بصراحة انا انا جالس هول من من اللي بيحصل. ضرب ضرب يطيروا يضربوا نفسهم بطريقة. يعني عندهم كوة رهيبة ان هما يطلعوا للسقف لدرجة ان يكسرهم. يعني انا بعد ما دبحتهم ايه وبنضف بقى اعزكم الله والله العظيم منظر صعب جدا. اللي صدرها تكسر. واللي طلعها تكسرت. واللي فقدها تكسر. واللي رقبتها. واللي جناحتها. مفيش فهم بقى حد. واللي تبطحت في دماغها سبحان الله العظيم زي البناء ادمين. وبقيت تنزف من دماغها. والدم ينزم على مناخرها كان منظر. واللي منقرها القصر. يعني بيحدفوا نفسهم حدفات فظيعة فظيعة في السقف فوق. سبحان الله العظيم. فاخلوا بالكم يا حبيبي من الموضوع ده كويس قوي. آآ عشان ما حدش يخسر السمان عنده. وبكده زي ما انتم شايفين انا حبيت اقول لكم اللي حصل. انا يعني انت عارفين ان انا مبخبش عليكم حاجة. آآ خلوا بالكم من الموضوع ده يا جماعة موضوع الكهرباء ده. لما تحبوا بقى آآ آآ تتنوروا النور. يا ريت بقى من قبل المغرب والنور ربنا طالع. آآ ولو بالنهار مسلا بتطفق الكهرباء عشان نور ربنا آآ يعني السمان مش محتاج الكهرباء قدي كده. فاحنا بننور لهم النور بالليل. انا عندي سبحان الله العظيم يعني النور يا جماعة مبطفوش خالص. سارج لهم على طول. بس آآ قلت سبحان هو قد الله مش افعل. آآ اطفع لهم النور شوية مبارح بس هو سبحان الله العظيم. وبكده يا جماعة تكون انتهت حلقتنا النهاردة ويا رب بتكون عجبتكم منالة رضاكم وما تنسناش وفاق دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستوضاعكم الله اللي زلطة دعا ودعا. اشتركوا في القناة.